تتصاعد تداعيات الهجوم الذي نفذته إسرائيل بالأمس على مقر القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق والذي قتل قياديا كبيرا في الحرس الثوري رفقة عدة عناصر معه هجوم تؤكد طهران أنه لن يمر دون رد وإسرائيل تتأهب خشية أي هجوم انتقامية فما التفاصيل سنثأر لقتلانا وستندم إسرائيل على هجومها على القنصلية الإيرانية في دمشق بهذه الكلمات توعد المرشد الأعلى علي خامنئي تل أبيب وذلك ضمن جملة من عبارات الوعيد أطلقها العديد من المسؤولين في طهران مستشار خامنئي أشار إلى ضلوع الولايات المتحدة في الهجوم قائلا إن المسؤولية الأمريكية قائمة سواء كانت واشنطن على علم بالهجوم الإسرائيلي على بعثة طهران أم لا وذلك بعد نفي واشنطن علمها بشكل مسبق بنية إسرائيل تنفيذه أنه تم إبلاغها قبل التنفيذ بدقائق نفي واشنطن علمها بالهجوم أرسل برسالة لإيران ويظهر ذلك أن إدارة بايدن تشعر بقلق عميق من أن الضربة الإسرائيلية قد تؤدي إلى تصعيد إقليمي أو قد تتسبب في استئناف هجمات المسلحين الموالين لإيران ضد القوات الأمريكية وفق موقع أكسيوس أما إسرائيل فتقول إنها ستردع عداءها في أي وقت وفي أي مكان في إشارة إلى الهجوم الإيراني لكنها الآن تعيش حالة تأهب قصوى تحسبا للرد الإيراني ولأي هجمات انتقامية من الفصائل الموالية لإيران وبينما تتجه الأنظار إلى طبيعة الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي يبحث مجلس الأمن الدولي الأمر في جلسة طارئة دعت إليها روسيا بينما ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوترش بالهجوم ووصفه بأنه انتهاك للقانون الدولي אנחנו נמצאים במלחמה רב-זירתית זה גם בהגנה וגם בהתקפה אנחנו מקבלים לעניין הזהדות בכל יום כולל בימים האחרונים אנחנו פועלים בכל מקום, בכל יום כדי למנוע את ההתעצמות של האויבים שלנו וכדי להבהיר לכל מי שפועל כנגדנו בכל רחבי המזרח התיכון שם מחير על פועל כנגד ישראל من ناحية الحيز المكاني في دمشق استهداف إسرائيلي لقادة إيرانيين فهذا لكثيرين أمر اعتيادي لكن بالاستناد إلى العرف الدبلوماسي فالمستهدف هو أرض إيرانية تمثلها سفارة وما يتبع لها من قنصليات وهذا أمر يصفه كثيرون بالتصعيد الخطير يوم كامل يمر على استهداف القنصولية الإيرانية في دمشق فما الذي حصل؟ وهل يكون بداية التصعيد؟ في الأول من أبريل وعند ساعة الخامسة مساء بتوقيت دمشق السادسة بتوقيت الرياض هزت حي المز غرب العاصمة دمشق انفجارات عنيفة إسرائيل كانت المتهم الأول بالنسبة لدمشق وكذلك إيران السفير الإيراني في العاصمة السورية قال أن الغارة الجوية على القنصولية الإيرانية نفذتها طائرات إسرائيلية من طراز F-35 واستخدمت فيها صواريخ بعيدة المدى دقيقة التصويب أما الحصيلة فأعلنها الحرس الثوري الإيراني بشكل رسمي وكانت سقوط القياد في فيلق القدس العميد محمد رضا زاهدي ومساعدة العميد محمد هادي حاج رحيمي كما قتل معهم خمسة مستشارين عسكريين آخرين في الحرس الثوري ما الذي جمعهم في القنصولية يبقى هو سؤال هنا ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الغارة استهدفت اجتماعا سريا جمع بين مسؤولي المخابرات الإيرانية وقادة من حركة الجهاد الفلسطينية وكعادتها عندما تضرب في سوريا لا تتبنى إسرائيل إلا أن صحيفة نيويورك تايمز استندت هذه المرة لتصريحات أربع مسؤولين إسرائيليين أكدوا أن تل أبيب تقف خلف الهجوم في دمشق لكنهم نفوا أن يكون للمبنى القنصلي وضع دبلوماسي واستنادا إلى سابق الوقائع التي حصلت في سوريا يبدو أن بين إسرائيل وإيران قواعد اجتباك معينة تستند إلى أربعة مستويات فبعد عام 2015 ركزت إسرائيل على قيادات وأفراد الوكلاء وركزت أيضا على المعدات والصواريخ التي يتم تجهيزها في سوريا سواء للاستخدام المحلي أو لنقلها إلى لبنان بعد السابع من أكتوبر واندلع حرب غزة انتقلت قواعد الاشتباك إلى مستوى ثاني حيث وسعت إسرائيل من عمليات الاغتيال في المواقع السورية التي يتواجد فيها الإيرانيون أما المستوى الثالث من قواعد الاشتباك الذي اختبرته إسرائيل فكان ذاك المسجل في الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق وهذا موقع يعتبر أرضا إيرانية حسب القوانين الدولية فهل سينقل الجميع إلى المستوى الرابع وتكون المواجهة المباشرة بين الطرفين قياسة للمعطيات ربما تختار طهران ضرب مصالح إسرائيل في المنطقة كما فعلت مرات ومرات وقد توجه المسلحين التابعين لها في شن يجمات ضد مواقع عسكرية أمريكية في سوريا والعراق وهذا ما يتخوف منه الأمريكيون وقد تترك المهمة لحزب الله للتحرك على جبهة شمال الإسرائيلي وتنفذ عمليات في العمق ما يهدد الوضع الأمني قالت وكالة بلومبرغ أن قصف قنصلية طهران ينقل حرب الظل بين إسرائيل وإيران إلى مرحلة جديدة نتابع حرب الظل بين إيران وإسرائيل وصلت إلى مرحلة جديدة وخطيرة تقرير لوكالة بلومبرغ تقول فيه إن الصراع يسود بين إسرائيل وإيران منذ فترة طويلة حيث هاجم الطرفان بعضهما البعض بطريقة غير مباشرة في عدة مناسبات بينما استخدمت طهران وكلاءها في المنطقة لضرب إسرائيل وأشرت الوكالة إلى أن الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق والتي قتلت قائدا كبيرا في الحرس الثوري ومعه آخرون هي مجرد حلقة أخرى من بين عدة حلقات من الصراع بين إيران وإسرائيل ولا سيما في الأشهر الأخيرة ومن حلقات الصراع بين الطرفين تقول بلومبرغ إن إسرائيل تعتبر قدرة إيران على صنع أسلحة نووية بمثابة تهديد لوجودها حيث يعتقد أنها تقف وراء جملة استهدافات ضد برنامج إيران النووي ومن بين الصراعات الإيرانية الإسرائيليات الجبهات الخارجية حيث يعد لبنان أقدم جبهة في المعركة بين إسرائيل وإيران لكن الصراع الآن امتدى لسوريا وصولا إلى البحر الأحمر وأشارت بلومبرغ إلى وجود جانب آخر من حرب الضل وهو الهجمات الانتقامية على السفن التجارية في البحر الأحمر والتي بدأت في عام 2019 الاستهدافات الداخلية بين إسرائيل وإيران أيضا ضمن حرب الضل كالهجمات الإلكترونية أو الاستهدافات العسكرية والاغتيالات أو الانفجارات المشبوهة إذن نتابع التطورات هذه وإنعكاساتها مع ضيوفي من القاهرة الدكتور حسن أبو طالب مستشار مركز الأهرام للدراسات سياسية والاستراتيجية أهلا بك من طهران سيد مختار حداد الكاتب والباحث في الشؤون الإيرانية والإقليمية أهلا بك وأيضا من واشنطن الدكتور أليكس فاتانكا مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط أهلا بكم جميعا سيد مختار أبدأ معك إذن ما هو الرد الإيراني المتوقع على إسرائيل هل تعتقد أنه سيبقى ضمن الإطار التقليدي أو ضمن قواعد الاشتباك المتعارف عليها أم أنه سيخرج عن المألوف بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولمشاهديكم الكرام في الحقيقة نظرا للاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران وهذا الاجتماع شهدنا مماثل له بعد اختيال الفريق الحاج قاسم سليماني فلذلك يبدو أنه في هذا الاجتماع تم اتخاذ قرارات مهمة والاجتماع عقد بعد الساعات قليلة من اختيال قادة فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية في سوريا وفي القنصلية يعني الإيرانيهم كانوا مستشارين رسميين ويترددون بشكل رسمي وليس كان ترددهم خفيا فلذلك اتخذت إيران قرارات مهمة وأكد هذا القرار قائد الثورة الإسلامية في إيران في بيانه عندما يؤكد بأن الانتقام سيتم على أيدي رجالنا الشجعان يعني نفس هذه العبارة يعني إيران هي التي ستقوم بالعملية الانتقامية ليس عبر وكلائها في المنطقة وأبرعها في المنطقة يعني ممكن هناك كذلك قوة محور المقامة تشارك لأنه في هذه المرحلة ونظرا لما نرى من وحدة ساحات يعني هناك نعم يوجد تنسيق بين قوى المقامة ولكن إيران سترد بشكل مباشر وهذه الرسالة كانت واضحة ولكن يعني إنه كيف يكون في أي وقت ماذا يعني بشكل مباشر هذا ما أريد أن أفهمه سيد اختار منك ماذا تعني بشكل مباشر ما المتوقع ما هو السيناريو المتوقع استهداف إسرائيل على أراضيها استهداف سفرات إسرائيلية في دول أخرى ما المتوقع أنا أستبعد بأن إيران تستهدف سفارات الكيان الصهيوني ولكن هناك توجد أهداف كثيرة للكيان الصهيوني في المنطقة من ضمن تواجد عسكري حتى في دول خارج هذه المنطقة ولكن هي في متناول اليد لاستهدافها أو حتى داخل الكيان الصهيوني ولكن الرد هذه المرة أعتقد يعني يكون ليس مماثل بالردود السابقة الردود السابقة كانت عمليات أمنية واستهدافات والطرفين كان يعني عادة في مثل هذه العمليات أي من الأطراف لن يعلن مسؤولياتهم بشكل مباشر أنتقل بالسؤال لدكتور أليكس ضيفي من واشنطن دكتور أليكس بعثت الولايات المتحدة برسالة لإيران أنه لم تكن تعلم مسبقا بقرار إسرائيل بتنفيذ هذه الهجمة أو هذه الضربة على القنصلية الإيرانية في دمشق ما الذي نقرأه في هذه الرسالة وهل فعلا واشنطن بعد هذه الهجمة تخشى أن يطال انتقام إيران مصالحها في المنطقة أن تعود هجمات التي تبعناها في الأشهر الماضية على مثلا القواعد الأمريكية في المنطقة ما الذي تخشى منه واشنطن بالضبط بعد هذه الضربة أهلا بك ميراشا يسرني أتواجد معكم وأحيي الزملاء من الضيوف حسنا سياسة الولايات المتحدة فيما يخص التوتر بشكل عام بين إسرائيل وإيران كانت واضحة وهي مازالت واضحة نحن نريد خفض التوتر وإزالة فتيل هذه الصراعات ولا تريد الولايات المتحدة رؤية أي حرب في المنطقة وإن بدأت إسرائيل وإيران إن بدأت بمواجهة بعضهم البعض بشكل مباشر لا تريد الولايات المتحدة التورط وهذا هو خلاصة ما أتى من خلال تصريحات إدارة بايدن هل ستكون الولايات المتحدة مثلا هل كانت على دراية بهذه الهجمة على السفارة الإيرانية في دمشق إن سألت إيران سيقولون لك أكيد كانت الولايات المتحدة تعلم بهذه النية وأنها كانت تبارك هذه الهجمة ولكن حقيقة هذه مبالغة حتى في تقدير هيمنة الولايات المتحدة على إسرائيل رأينا خلال الأسبوع والأشهر الماضية كم أن هناك توتر بين إدارة بايدن وبين حكومة الإسرائيلية بشأن سلوكهم في غزة إذن ربما قررت إسرائيل فجأة أنها تريد أن تتخذ هذه الخطوة بدون استشارة الولايات المتحدة هذا ممكن ومحتمل إذن ما أحاول أن أوصله لكم هو أن الولايات المتحدة لا تريد أبدا التورط في أي حرب إقليمية بالمنطقة وإن كانت هناك مجموعة موالية لإيران تستهدف الولايات المتحدة بشكل مباشر سيصعب على إدارة بايدن عدم الانتقام وعدم ردها على هذه الهجمات كما رأينا عندما قتل ثلاثة جنود أمريكان إذن علينا أن ننتظر ونرى خطوة إيران القادمة حتى تستطيع الولايات المتحدة تقرير خطواتها القادمة ومن هنا أذهب بسؤالي لدكتور حسن ضيفي من القاهرة أهلا بك معنا في دائرة الشرق دكتور حسن دكتور هل سيمر هذا الاستهداف برأيك مرور الكرام؟ يعني إيران تتوعد ولكن عندما نقول مرور الكرام أين نتحدث عن قواعد اجتباك نعرفها جميعا؟ هجمات سبرانية أو استهدافات محدودة؟ هل هذا ما سيحدث باعتقادك؟ أم أن حرب الظل بين إيران وإسرائيل ستنتقل إلى مرحلة أخرى كما ذكر تقرير بلومبرغ استعرضناه قبل قليل؟ ما هي هذه المرحلة؟ هل نحن أمام بداية اشتعال صراع إقليمي؟ في البداية تحية لضيوفك الكرام والتحية للسادة المشاهدين بالتأكيد نحن الآن في مرحلة مفصلية مرحلة حرجة للغاية ومرحلة حساسة للغاية وأنا من تابعتي للموقف الإيراني ليس في هذه المرحلة فقط وإنما في المراحل السابقة الموقف الإيراني يستهدف دائما أن يوظف كل أدواته الخارجية بدون أن يكون لديه ما يمكن أن يسميه بطورة مباشرة يعني طورة الجيش الإيراني أو طورة الحرف السوري الإيراني مباشرة في مواجهة مع الجانب الإسرائيلي أو الجانب الأمريكي الهجوم في هذه المرحلة بيمثل حرجا شديدا بالنسبة للجانب الإيراني وبالنسبة للجانب السوري في نفس الوقت وبيظهر إلى أي مدى أن إسرائيل لديها اليد الطولة فيما يتعلق بالساحة السورية وجزء كبير من الساحة السورية كما هو معروف محسوب على الجانب الإيراني وبالتالي فالضربة هنا هي مباشرة للنفوذ الإيراني والتوجد الإيراني إلى أي مدى يمكن لإيران أن تفكر في إشعال المنطقة أنا لا أتصور ذلك لإعتبارات كثيرة الإيرانيون لا يريدون إطلاقا أن يكونوا متورطين بصورة مباشرة في هذه الحرب لأن هذا الأمن سوف يجر عليهم الكثير من الصعوبات وهم الآن يحاولون الخروج من صعوبات العقوبات الأمريكية وصعوبات بعض العزلة التي تمارس عليهم من عدد من الدول الكبرى مثل الدول الأوروبية وأيضا حلفاء الولايات المتحدة في أماكن مختلفة وبالتالي فأنا في تصوري أن الحرب الزل ستكون هي الأساس في المواجهة ولكن مع تصعيد واخترار بعض الأهداف ذات المعنى وذات القيمة أو بالنسبة للجانب الأمريكي أو بالنسبة للجانب الإيراني بالتأكيد الولايات المتحدة ربما لا تكون لديها يد مباشرة في هذا الهجوم الإسرائيلي تعتقد أن المصالح الأمريكية ستكون هدف أيضا؟ لكن في نفس الوقت جزء من المصالح الأمريكية ولكن وفق حسابات دقيقة للغاية تمثل نوع من أنواع الرسائل من الجانب الإيراني ومن وكالائها أيضا ومن أصدقائها ومحور العناصر التي تنظري تحت مفهوم وحور المقاومة لإثبات أن هناك قوة إيرانية على الرد وقوة إيرانية على أن تمثل تهديدا وأيضا تعطي درسا للجانب الإسرائيلي في هذا الموضوع الولايات المتحدة بالتأكيد ليست مباشرة في هذا العمل ولكن نحن في المنطقة الجميع ينظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها هي الحمية الأكبر للجانب الإسرائيلي وهي التي تقف وراء عدوانياته وهمجياته وأيضا تقف وراء كل خروجه عن قواعد القانون الدولي في المنطقة ليس فقط في غزة وإنما في أماكن وفي ملفات أخرى كثيرة وبالتالي أنا في تصوري أن الحرب سوف تستمر بشكلها القديم ولكن مع توسيع دائرة الأهداف وأيضا اخترار أهداف ذات معنى وذات قيمة للأطراف المرضجية من هنا أعود بالسؤال لسيد مختار ضيفي من طهران سيد مختار هل في مصلحة إيران الدخول في هذه الحرب بشكل مباشر وتوسيع أيضا الصراع وإشعال فتي الحرب إقليمية سيما وأنه على ما يبدو هذا ما يصعى إليه نتنياهو وفقا الكثير من المحللين والمراقبين يريد نتنياهو أن يجر إيران إلى مواجهة مباشرة أولا أنا أدشير إلى النقطة وأنتقل وهذا لديه علاقة بهذا الموضوع يعني دول الولايات المتحدة يعني اليوم الأمريكان يعترفون ويقولوا بأنه بلحظات قبل الهجوم نحن علمنا بالموضوع إذا هم لا يريدون يعني أن تتوسع الأزمة كان يمنع الكيان الصهيوني بمثل هذه العملية يعني هناك هؤلاء خلال هذه الفترة وحسب معلومات مؤكدة أرسلوا نعم عدة مرات عبر دول في المنطقة رسائل لإيران بأننا لا نريد أن نوسع الأزمة ونحن غير معنين بأن ندخل في مواجهة مع إيران بسبب يعني ما يحدث الآن من جانب الكيان الصهيوني ولكن الأفعال والأقوال يعني هناك يوجد فرق كبير يعني هم اعترفوا اليوم وهذه الوسيئة الإعلامية الأمريكية تنقل عن مسؤول أمريكي بأنه نحن بلاحظات عرفنا بأنه سيتتم هذه العملية خب هم يعرفون أن هذه العملية ستخلق أزمة فكانوا يمنعوا هذه الأزمة فلذلك يعني نعم هناك الأفعال الأمريكية والأقوال الأمريكية متناقضة بالرغم من إرسال الرسال وإيران أرسلت اليوم رسالة مهمة جدا لا أعرف فحوة هذه الرسالة ولكن يبدو يعني رسالة حسب ما وصفها وزير القارجية الإيرانية رسالة مهمة جدا عبر القام بالأعمال الأمريكية سيد مختار هل توافق على ما قاله دكتور حسب بأنه ليس في مصلحة إيران أن تدخل في هذه الحرب بشكل مباشر وهي أصلا لا تريد الدخول بهذه الحرب بشكل مباشر وأن المرحلة القادمة أو الرد الإيراني في المرحلة القادمة سيبقى ضمن الحرب المتعارف أو قواعد اشتباك المتعارف عليها في حرب الضل القائمة بين إسرائيل وإيران لا هو يعني إيران لا تريد فتح حرب مباشرة الآن ممكن أو توسيح هذه الأزمة إيران ليست دولة يعني ليس لديها قوة لا هي لديها قوة بسهولة أن تقف أمام الكيان الصهيوني ولكن إيران لا تريد توسيح هذه الأزمة لأنه أصلا الصهاينة من الأساس هم يريدون توسيح هذه الأزمة يعني إذا نرى الآن ما يجري في الساحة يعني أكيان الصهيوني هزم أمام المقامة في قطاع غزة لم يصل إلى أي من أهدافه يعاني من أزمة داخلية مظاهرات داخلية انشقاخ في صفوف المجتمع الصهيوني أزمة اقتصادية هو محاصر في البحر الأحمر هو يعاني من مشكلة كبرى في شمال الفلسطين المحتلة يعني يعاني من أزمة اقتصادية أمنية عسكرية سياسية نتانياهو بأي شكل يريد أن يبقى في الساحة السياسية فلذلك نعم هو يريد توسيع الأزمة لأنه هو غرقان يعني الكيان الصهيوني فلذلك بأي شكل يريد أن يوسح هذه الأزمة ويريد يدخل إيران في هذه الأزمة ولكن إيران لن تقع في كفخ الكيان الصهيوني ولكن أنا أتوقع يعني حسب توقعي الرد الإيراني هذه المرة سوف يكون هناك فرق بالنسبة للردود أو ممكن نميزه بالنسبة للردود السابقة بكل الأحوال في هذه الأثناء ونحن نتحدث نتابع هذا المباشر من جلسة لمجلس الأمن في نيويورك لبحث الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق وكانت هذه الجلسة بدعوة من روسيا قبل قليل انتهت كلمة المندوب الروسي والمندوب الصيني الآن نستمع إلى كلمة المندوب الفرنسي يمكنكم مشاهدين متابعة وقائع وحيثيات هذه الجلسة بالتفصيل على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة للشرق للأخبار أعود بالسؤال لدكتور أليكس دكتور باتقادك كيف يمكن أو من المحتمل أن تتعامل واشنطن مع سيناريوات الرد الإيراني مهما كان الرد لكن بلا شك أنه ما حصل في دمشق هو مقدمة لمرحلة جديدة من الصراع الإيراني الإسرائيلي الإيراني الأمريكي وأيضا ربما مقدمة لمرحلة جديدة من التوتر في المنطقة بشكل عام هل يمكن أن يدفع هذا بالمنطق هل يمكن أن يدفع الولايات المتحدة للرد بالقوة أم بالعكس يمكن أن يدفعها للبحث عن مسارات الحل الدبلوماسي أو الحراك الدبلوماسي العودة إلى الحراك الدبلوماسي سمعوني ميراشا الولايات المتحدة لديها الكثير من الخيارات العسكرية ما نفذته إسرائيل في دمشق من الممكن للولايات المتحدة أن تنفذه بمئة أضعاف مع حدث ولقد أثبتت الولايات المتحدة أن لديها استخبارات وتحريات قادرة على ضرب أهداف حتى أكثر من ذلك ولكن استهداف مبنى به قادة إيرانيين في هذه اللحظة بالذات يوضح مدى اختراق إسرائيل للمواكع الإيرانية الولايات المتحدة أيضا لديها استخبارات هوية وقدرات عسكرية إن احتاجت لها ولكن كما شرحت لكم هذا ليس أبدا بكتر أليكس أنا منطرة لمقاطعتك سننتقل لنستمع إلى كلمة المندوب الجزائري في جلسة مجلس الأمن حول هذه الواقعة نستمع سويا المقار الدبلوماسي في دمشق يوم أمس يمثل هذا الهجوم انتهاكا واضحا للقانون الدولي وعلى وجه التحديد حصانت المقار الدبلوماسية والقنصلية كما جاءت على ذلك اتفاقية فيينا حول العلاقة الدبلوماسية وكذلك اتفاقية فيينا بشأن العلاقات القنصلية ولا شك أن هكذا انتهى كتافر للاتزامات الدولية على يد القوة الإسرائيل القائمة بالاحتلال لا يمكن أن يبرر أو أن يتم التسامح معه وبالتالي يجب أن نرفع الصوت عاليا في وجه الآثار الخطيرة المتأتية عن هذا الاستفزاز والتي قد تؤدي إلى تصعيد في التوترات وإلى عواقب أوصى عن طاقا إقليميا وحتى عالميا كما أن توقيت هذه الهجمة في وجه الضغط الدولي من أجل وقف إطلاق نار في غزة من خلال قرار مجلس الأمن 20728 إنما يؤشر على غض الطرف عمدا عن النداءات من أجل وقف الأعمال العدائية والتي تصر عن الأسرة الدولية جمعا وفعل هذا العمل المقصود واضح الرد على الضغط الدولي من خلال التصعيد في النزاع ما من شأنه أن يؤدي إلى تواصل قاتل الفلسطينيين وذلك لحسابات سياسية داخلية واضح أن هذا الفعل الخطير من شأنه أن يدخل المنطقة كاملة في النزاع ما يعكس قناعة بالإفلات من العقاب لدى السلطة الإسرائيلية القاملة بالاحتلال هذه القوى التي تعتبر نفسها أعلى من القانون الدولي أي قوة رعناء علما أن هذه الإزواجية في المعايير إذ إن قوة إسرائيلية القاملة بالاحتلال تنتهك القوانين جميعها فيما تنتظر من الآخرين أن يحترموها هذه الإزواجية في المعايير إذن تقوض الأساس والركيزة التي يقوم عليها نظام من الدولي وهذا السلوك إنما هو أقل مما نتوقع إذن استمعنا لجزء من كلمة المندوب الجزائري في مجلس الأمن الذي يبحث الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق تتابعون طبعا باقي هذه الجلسة على مواقع التواصل الاجتماعي لكن أعود بسؤالي لدكتور أليكس ضيفي من واشنطن كنت أسألك دكتور أليكس عن إذا ما ستضطر الولايات المتحدة إلى العودة إلى مسار الحركة الدبلوماسي مع إيران لمنع التصعيد ومنع خروج الأزمة عن السيطرة وأسألك أيضا عن كيف انعكاس هذا الهجوم على الردود فعل الولايات المتحدة تجاه إسرائيل يعني ماذا نتوقع أيضا في رد الفعل الأمريكي تجاه إسرائيل أم لن يكون هناك أي رد فعل كنت أقول ميراشا أن الخيار العسكري مطروح على الطاولة موجود ومتوفر لدى الولايات المتحدة يعتمد ذلك ويعتمد اتخاذ قرار استخدامه على ردة الفعل الإيرانية ولذلك علينا أن ننتظر ونرى أما بالنسبة للمسار الدبلوماسي والجهود السياسية فيما يخص هذه المسألة فيصب علي أن أرى أي احتمال لذلك أولا إدارة بايدن ليس لديها علاقات طيبة حاليا مع حكومة نتنياهو كما تعرفون هناك خلافات لها علاقة بغزة وما بالك بشأن إيران هذا تحدي بالإضافة إلى أنني أريد أن أذكركم بأمر الدولة الإيرانية الإسلامية أو الجمهورية الإيرانية الإسلامية لا ترغب حتى في الحديث مع الولايات المتحدة لا من بعيد ولا من قريب إذن هذا الأمر مستحيل ولذلك فإن المنتظر الآن لديها خيارات إما المقاومة مقاومة مطالب إيران أو تحركات إيران وسنرى إن كان هذا هو المسار الذي ستختاره المنطقة أو بعض التنازلات السياسية مثل الاتفاق الإبراهيمي مثلا عندما تنتهي حرب غزة شكرا جزيلا لك أنا آسفة لأي مقاطعاتك برة ثانية الوقت بهمنا أشكرك جزيلا شكر دكتور أليكس فتنكا مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط الشكر موصول لسيد مختار حدادة الكاتب والباحث في شؤون إيرانية والإقليمية الدكتور حسن أبو طالب مستشار مركز الأهرام لدراسات سياسية وستراتيجية شكرا لوجودك معنا شكرا للمشاهدة